امبارح كمان بالمناسبة المدير الفني لفريق اوكلند سيتي نيوزيلاندي اتكلم عن استعداد فريقه لمواجهة النادي الاهلي اضع بالمناسبة كمان فريقه عشرة ايام في قليم كتالونيا في اسبانيا طبعا للتحضير لكاس العالم للاندية لعبوا وقتها ثلاث مباريات ودية لتجهيز نفسهم بعد انتهاء موسم نيوزيلاندا في 4 ديسمبر الماضي قال في تصريحاته بالامس نحن مستعدون والاهلي نادي كبير به لعبون هائلون ليس فقط في مصر ولكن في افريقيا بشكل عام وسوف نحضر انفسنا جيدا لهذا اللقاء وطبعا قال كمان ان فيه جماهيل كتيرة هتكون حضرة من اجل مدعم ومؤذرة النادي الاهلي ده بدور وحيشكل ضغط على فريقهم وهو عنصر اضافي يجب اخذه في الاعتبار وقال انه نأمل ان نلعب مباراة جيدة كمان راين ديفرويس مهاجم اوكلاند سيتي وهو بالمناسبة عنده 31 سنة وكان شخصية رئيسية جدا في تحقيق حلم نادي اوكلاند سيتي بالحصول على الميدالية البرونزية في المغرب من 8 سنين فاتت قال انه بيأمل ان يخرج المشجعين المغاربة لتشجيع فريقه وقال انه بيتوقع ان الموراة هتكون صعبة لكن اللاعبين استعدوا لها بشكل جيد جدا برغم ان الاهلي فريق كبير وقوي وقادر على الهجوم والدفاع وقال كمان ان هما كان عندهم معسكر تدريبي جيد جدا في اسبانيا لذلك نحن نعرف ما يجب القيام به للحصول على افضل فرصة للفوذ بهذا اللقاء هو انت عارف برضو اوكلاند سيتي من النقاط القوة خلينا نقولها او من المميزات بتاعته ان هو يعني متوسطة الاعمار عنده صغيرة نتكلم في 24 و25 سنة وده بيبقى ليه انعكساته طبعا في فكرة اللياقة البدنية والسرعة فبردو ده الى حد ما ادفانتج ليهم على كل حال طبعا فيه برضو حاجات او مشاكل عندهم وفكرة برضو الخوف من الكرات الطويل عدم استغلال المساحات بشكل كبير هنتكلم على كل حال في التفاصيل دي بس برضو فكرة ان هنا بتتكلم عن فريق شاب دي ليها يعني ليها ميزيتها برضو يا كريم وليها النقطة اللي انت شوية لازم بتعملها حساب